مصر تشارك في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة وشكري يعقد سلسلة لقاءات على همشها فييف تشن هجوما صاروخيا على مقر الإسطول الروسي في البحر الأسود وموسكو تقصف منطقة خرسون جنوبية أوكرانيا أذربيجان تبدي عزمها العفو عن مقاتل كارباخ الذين تخلوا عن أسلحتهم وأرمينيا تشهد تظاهرات مناهضة لتعامل ريفان مع الأزمة الثالث مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرامي نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم شاركت مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمول التنمية الذي يعقد ضمن اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيورك بهدف مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية وخلال كلمة مصر التي ألقتها وزيرة التعاون الدولية تم التأكيد على ضرورة معالجة قضية التمويل العادل للتنمية من خلال عدد من التوصيات من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكليف وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل وتوزيع التمولات بقطاعي التخفيف والتكيف مع المتغيرات المناخية كما أكدت على ضرورة استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة ديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود اتصالا بسلسلة اللقاءات التي يجريها وزير الخارجية سامح شكري على هامش مشاركته في أعمال الدولة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عقد شكري اجتماعا بناظره البولندي اللقاء بحث تطورات الأزمة الأوكرانية والتأثيرات الناتجة عن التضفقات البشرية على الحدود البولندية كما تطرقت المباحثات لعدد من الموضوعات على رأسها قضية سد النهضة وقضية الهجرة غير الشرعية فضلا عن بحث قضايا المنطقة ومن بينها القضية الفلسطينية وليبيا وسوريا والسودان واكد شكري على استمرار القاهرة في تعزيز التعاون مع وارسو مشيرا إلى أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية لتعزيز التعاون الثنائي أيضا عقد وزير الخارجية سمح شكري لقاءا مع وزير خارجية مالي عبدالله ديوب بمقر الأمم المتحدة على هامش مشاركتها في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة بمدينة نيويورك تناول اللقاء مجمل مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة غرب أفريقيا وتصاعد أعمال العنف والتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية بمنطقتين الساحل وحوض بحارة شاد وحرص شكري على التعرف على رؤية مالي بشأن تطورات الأوضاع في النيجر وأكد على موقف مصر الداعي لسرعة حال الأزمة وأهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية بشكل يضمن الحفاظ على استقرار وسيادة النيجر كما التقى وزير الخارجية سامح شكري بوزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليلدي باندورو بمقر الأمم المتحدة على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة بمدينة نيويورك تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون في ظل تجمع البريكس فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية من بينها المبادرة الإفريقية للوساطة لحل الأزمة الأوكرانية وتداعيات الأزمة على دول القارة الإفريقية وخلال اللقاء أكد شكري على الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي مع جنوب إفريقيا مبديا تطلع مصر إلى قيام جنوب إفريقيا بدعم تضفق مزيد من الاستثمارات الجنوب إفريقية لمصر في ظل الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات بين البلدين أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع أصبحت خطرا يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي واتهم البرهان قيادات الدعم السريع بالاستعانة بمجموعات خارجة عن القانون من عدة دول في الإقليم والعالم في الحرب الدائرة حاليا بالسودان هذه الحرب يصنفها البعض بأنها حرب داخلية بين طرفين مسلحين لكن الاعتداء لم يتوقف عند القوات المسلحة بل شملت كل مكونات الدولة فالمواطنين الأبرياء ليسوا جزء من القوات المسلحة المساليد في غرب دارفور ليسوا جزء من القوات المسلحة منازل المواطنين ليسوا جزء من القوات المسلحة إذن هذه الحرب لا يمغي أن تصنف بين القوات المسلحة والدعم السريع بل شملت كل مكونات الدولة لكني أؤكد لكم أن خطرها أصبح يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدستها وخلال كلمته أمام الدورة الثامنة والسبعين الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا عباس الأمم المتحدة إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من العدوان المتواصل لجيش الاحتلال وكذلك دعم توجه فلسطين المحاكم والجهات الدولية ذات الاختصاص وهنا أطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها وبالذات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والمسجد الإبراهيمي في الخليل وأتساءل من هنا لماذا السكوت على كل ما تقوم به إسرائيل دولة الاحتلال من انتهاكات فاضحة للقانون الدولي ولماذا لا تخضع للمساءلة والمحاسبة الجادة ولا تفرض عليها العقوبات لتجاهلها وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية كما يجري مع دولا أخرى وعلى صعيد الأوضاع في الأراضي المحتلة استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة وقالت قوات الاحتلال إنها فتحت النار على الشاب بزعم إلقائه عبوة ناسفة خلال عملية تفتيش عن الأسلحة في بلدة كفردان غرب جنين وباستشهاد الشاب الفلسطيني يرتفع عدد الشهداء خلال أسبوع إلى سبعة في الضفة الغربية المحتلة أعلن الرئيس الصيني شي جيم بينغ عن إقامة شراكة استراتيجية مع سوريا جاء ذلك خلال استقباله الرئيس السوري بشار الأسد بمدينة هانغوتشو شرقي الصين هذو أكد الشي أن بكين ترغب في العمل مع دمشق لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مضيفا أن تحسين العلاقات سيكون خطوة مهمة في تاريخ البلدين وأشار الرئيس الصيني إلى أن بكين تدعم التسوية السياسية للقضية السورية لافتا إلى أن بكين تدعم جهود سورية في إعادة الإعمار وتعزيز بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب من جاهته أكد الأسد رفضه كل محاولات إضعاف دور الصين عبر التدخل في شؤونها الداخلية مشيرا إلى أن زيارته للصين مهمة بتوقيتها وظروفها في الوقت الذي يتشكل فيه العالم اليوم إلى عالم متعدد الأقطاب وصل الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي إلى كندا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة غير معلنة من أجل حشد الدعم لبلاده في حربها ضد روسيا وذكرت وسائل أعلام بأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقبل زيلنسكي ومن المقرر أن يلقي زيلنسكي كلمة أمام البرلمان الكندي في وقت لاحق في إطار جهوده الرامية للحصول على المزيد من دعم الحلفاء الغربيين لحرب أوكرانيا ضد روسيا دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف عدم إقحام الأمم المتحدة في المبادرات المسيسة بشأن أوكرانيا وخلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش شدد لفروف على ضرورة الالتزام الصارم من جانب قيادة الأمم المتحدة وجميع موظفيها بمبادئ الحياد والمسافة المتساوية المنصوص عليها في ميثاق المنظمة مؤكدا عدم جواز اعتماد المعايير المزدوجة في وفائق الأمم المتحدة كما اتهم الولايات المتحدة بانتهاك التزاماتها بعد رفض إصدار تأشيرات لديبلوماسيين من روسيا للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة أعلن الجيش الأوكراني استهداف مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول بصواريخ ستورم شادو يأتي ذلك فيما كشف حاكم سيفاستوبول تعرض مقر قيادة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول لقصف صاروخي مضيفا أنه لا يوجد خطر من أي هجوم صاروخي أوكراني جديد أو طيران في أجواء المدينة من جهتها أعلنت سلطات القرم أهدى ست إصابات قراء الهجوم الصاروخي الأوكراني على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير صاروخ وطائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب سواحل شبه جزيرة القرم وأقليم كراسترنورد في جنوب روسيا هذا وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة الهجوم على أهداف الروسية من جانب أوكرانيا وتدمير الطائرتين المسيرتين فوق مياه البحر الأسود يأتي ذلك فيما كشف حاكم بيل جرود عن تعرض قرية فالكوفيسكي للقصف الأوكراني دون وقوع أي خسائر إلى ذلك أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ستة مدنيين وإصابة سبعة آخرين في قصف الروسي على مقاطعة خرسون جنوب أوكرانيا وأفادت وكلة الأنبال الأوكرانية أوكرين فورم أن الطيران الروسي شن غارات جوية على قرية تياهينكا في منطقة بيرسلاف بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي طال قرية اللفوف وتجمعي داريفكا وبلوزيركا وتتبع جميع مدينة خرسون في الجنوب أعلن الكريملين أنه لا يوجد أي تقدم في مسألة تصدير الحبوب في البحر الأسود وفي بيان الله اعتبر الكريملين أن التوتر بين أوكرانيا وأوروبا حتمي مضيفا أن موسكو تر انقساما بين وارسو وكييفا وتتوقع ازدياد حدة التصادم بينهما كما أشار الكريملين إلى أن بولندا دولة عدوانية على حد وصفها ونروسيا في حالة تأهب للتهديدات التي تشكلها إلى هذا كشف الرئيس البولندي إنجي دودا أنه لا يعتقد أن الخلافة بشأن اتفاقية الحبوب سيؤثر بشكل كبير على العلاقة مع كييف يتذلك بعدما قال وزير خارجية بولندا أن بلاده تتحمل العبء الأكبر من المساعدات لأوكرانيا لكن يجب حماية الوطن وفي تصرحات له أوضح أن تصرحات رئيس الوزراء بوقف تسليح أوكرانيا وسيء فهمها مشيرا إلى أن بولندا صدمت من اتهامات الرئيس الأوكراني بلاديمير رأزل نسكي بعدم تضامن بولندا مع أوكرانيا بشأن قضية الحبوب في الأثناء أبحارت سفينة محملة بالقمح من مرفأ أوكراني للمرة الثانية هذا الأسبوع وعشرت السلطات الأوكرانية إلى أن السفينة سلكت الممر البحرية الذي أقمته كييفا للالتفاف على الحصار والتهديدات الروسية مضيفة أن السفينة عبرت مرفأ تشورنمرسك محملة بـ 17800 طن طن من القمح الأوكراني ترجمة نانسي قنقر أعلنت الحكومة الروسية فرض قيود مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية وأوضحت الحكومة أن القيود ستساعد على تشبع سوق الوقود الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين لتفاتي أي نقص محتمل في السوق الروسي أعلن الكريملين فرض قيود مؤقتة على صادراتها من بنزين السيارات ووقود الديزل سعر البنزين بالسوق المحلية الروسية ارتفع إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع بسبب ضعف الروبل وارتفاع أسعار النفط العالمية وأعمال الإصلاح في المصافي التي تحد من الإمدادات ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من قرار موسكو تمديد الخفض الطوعي لصادرة النفط حتى نهاية العام في خطوة منسقة مع السعودية وتهدف إلى دعم أسعار الخام العالمية كما يتوقع أن تساعد القيود الروسية في إجباع السوق المحلية بالبلاد وخفض الأسعار في محطات الوقود وأفدت وسائل إعلامية محلية أن المزارعين في بعض المناطق لم يتمكنوا من حصاد الحبوب بسبب نقص الوقود اللازم للألات الزراعية ويأتي ارتفاع أسعار الوقود مع تحزين البنك المركزي الروسي من طباط النمو في النصف الثاني من عام 2023 وتجوزت تضخم الهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 4% وفي الوقت نفسه تتواصل الآثار الاقتصادية العالمية للعملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا وأيضا بروسيا ما أدى إلى الارتفاع المضطرد للتضخم بموسكو وانخفاض الروبل مقابل العملات الأخرى أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئ البريطانية تعافت جزئيا في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي شهده طول أمطار غزيرة وذكر مكتب الإحصاءات البريطانية أن حجم المبيعات ارتفع 4% على الأساس شهري بعد انقفاض بنسبة 1.1% في يوليو وصل معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7% الشهر الماضي أعلنت الحكومة الأسترالية أنها هققت للمرة الأولى منذ 15 عاما فائضا في الميزانية قدره 14 مليارا و200 مليون دولار في السنة المالية الماضية وأشارت الحكومة أن انقفاض معدلات البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد بما في ذلك خام الحديد والفحم والغاز لكن وزير الخزانة الأسترالية قال إنه لا يتوقع فائضا آخر آخر في الميزانية السنة المالية الحالية مشيرا إلى الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة الأسترالية التي لا تزال تؤثر على النمو أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة خلال الفترة الحالية ومستقبلا أيضا وفي اجتماع استمر يومين أبقى بنك اليابان على فائدة بنسبة 1 من 10% تدفعها المؤسسات المالية على الاحتياطات الفائدة المودعة لدى البنك المركزي كما أبقى على عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نحو صفر بالمئة وجدد بنك اليابان تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير قال مستشار الرئاسة في أزربيجان حكمة حجييف إن بلاده تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في إقليم كارباخ الذين يتخلون عن أسلحتهم وأضاف أن الأرمن في كارباخ طلبوا مساعدات إنسانية وسيتم تسليم ثلاثة شحنات إلى المنطقة مشيرا إلى أن باكو تريد إعادة الدمج السلمي للأرمن في الإقليم في المقابل أعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكولا باشينيان عن أمله أن يستطيع الأرمن البقاء في إقليم كارباخ جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة حيث أوضح باشينيان أن ييريفان ستضطر إلى إعادة توطين الأرض إذا لم يعد ممكن بقاؤهم في كارباخ هذا ويواصل منهدون للحكومة في شوارع العاصمة الأرمنية ييريفان تظاهرتهم لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة في إقليم نيكولا كارباخ وأغلقت مجموعة صغيرة من المتظاهرين شوارع في إيريفان مهددة بتعطيل اجتماع الحكومة ودع المتظاهرون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمساعدة السكان الأرمن في نجورن كارباخ وإجلائهم إلى أرمينيا هذا وحضرت شرطة مكافحة الشغب من أنها ستتخذ إجراءات خاصة إذا استمرت أعمال العنف في الأثناء تتواصل المحادثات التي تعقدها السلطات الأذرية مع الانفصاليين الأرمن في إقليم نيكولا كارباخ المتنازع عليه بهدف إعادة دمج الإقليم هذا وتبادل وزير خارجية أرمينيا وأذربيجان الاتهامات خلال جلسة طارئة بمجلس الأمن حول أزمة الإقليم بينما طالبت دول غربية باكو بضمانات بشأن الانفصاليين الأرمن انتهكات عدة تم رصدها رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين يريفان وباكو منذ يومين بعد استسلام الانفصاليين الأرمن في مواجهة هجوم أذربيجان الخاطف على إقليم ناجونو كارباخ الذي أصفر عن مئات القتلى والجرحة هجوم انتقل من ميدان المعركة بالإقليم المتنازع عليه إلى داخل أروقة الأمم المتحدة ليشهد مجلس الأمن الدولي مواجهة كلامية بين طرفي النزاع تخللها مداخلات لدول الأعضاء طالبت بضمانات ملموسة من باكو بعد العملية العسكرية مواجهة التقط شرارتها وزير الخارجية الأرماني الذي اتهم باكو بشن هجوم غير مبرر ومخطط له يهدف إلى إتمام عملية التطهير العرقي في ناجونو كارباخ كما اتهم باكو بشن عمليات قصف مكثفة وعشوائية وباستخدام المدفعية السقيلة بما في ذلك الاستخدام المحظور لذخائر عنقودية على الرغم من قبول جميع طلبات الجانب الأزرباجيني من أجل وقف إراقة الدماء إلا أن شعب ناجونو كارباخ يتعرض مرة أخرى لهجمات باستخدام أسلحة مختلفة وهو ما يقبر المدنيين على النزوح نعتقد أن مثل هذه الهجمات وملاحقات القضائية الأخرى ستستمر ما لم يكن هناك تحرق دولي واضح في المقابل ندت نظيره الأزرباجاني بحملة تضليل تشنها يريفان المتهمة بإمداد الانفصاليين ودعمهم في ناجونو كارباخ واصفا مجلس الأمن بأنه منحز ما تحاول أرمينيا تقديمه للمجتمع الدولي على أنه هجوم على السكان المسالمين في منطقة كارباخ في أزربيجان هو في الواقع إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب من جانب أزربيجان تتماشى تماما مع حقها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في نزع سلاحها التشكيلات المسلحة الأرمينية تتركز بشكل غير قانوني في الأراضي الخاضعة لسيادة أزربيجان وأرمينيا نفسها بتجاهلها السافر وغير الواضح لالتزاماتها الدولية جعلت هذه التدابير التي اتخذتها أزربيجان أمرا لا مفر منها وعلى غرار واشنطن أدانت باريس بشدة العملية العسكرية الأزربيجانية السريعة في المنطقة المتنازع عليها منذ عقود مع أرمينيا مطالبة باكو بضمان العفو عن القوات التي قبلت وقف إطلاق النار وبأن تعيد من دون تأخير وبلا شروط الحركة عبر ممر لاتشين بما يتيح دخول مساعدة إنسانية من جانبها اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أزربيجان بمحاولة فرض أمر واقع بالقوة فيما دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجانبين إلى استئناف المفاوضات في شأن كل القضايا العالقة بهدف التوصل إلى معاهدة سلام وبعيدا عن الأضواء تقرى في غرب العاصمة باكو محادثات وصفت بالبناء بين الانفصاليين الأرمن في الإقليم المتنازع عليه والسلطات الأزربيجانية بهدف إعادة دمج الإقليم الانفصالي في أزربيجان وما بين معارك الدبلوماسية الدولية ومحادثات طرفي الأزمة تنتظر المنطقة نتائج ملموسة قبل أن تمتد ألسنة اللهب خارج حدود الأزمة ذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية أنها بدأت مع روسيا منورات عسكرية مشتركة مدتها خمسة أيام أوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية أن المنورات تجرى على أراضيها مشيرة إلى أنه يتم إجراؤها مرة كل عامين بالتناوب على أراضي روسيا وبيلاروسيا بحث زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إجراءات متابعة نتائج زيارته الأخيرة لروسيا خلال أول اجتماع الرسمي للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم منذ عودته وخلال اجتماعه شدد كيم على ضرورة تعزيز الاتصالات والتعاون في المجالات ذات الصلة بين بيونج يانج وموسكو 지난해 3월과 비교해 노동당 중앙위원회 정치국 인사는 40% 이상 비서국 인사는 60% دعت الصين إلى عدم الاستهانة بإرادتها الثابتة فيما يتعلق بتيوان مؤكدة أنه تفضل عملية إعادة توحيد سلمية قدد نأبو رئيس الصيني هان شانغ أمام الجمعات العامة للأمم المتحدة موقف بلاده المتمثل في اعتبار تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين تعهدت دول مجموعة الأربع وهي اليابان وألمانيا والبرازيل والهند تعهدت بمحاولة إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن وزراء خارجية الدول الأربع المعروفة باسم مجموعة الأربع اجتمعوا في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث اتفق الوزراء الأربع على أن زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن من شأنه أن يعمل على أن يكون المجلس أكثر تمثيلة وفق البرلمان الهندي على تشريع قانون يخصص 33% من المقاعد في مجلس النواب وفي المجالس التشريعية للنساء لضمان المزيد من التمثيل المتساوي هذا وقد وفق مجلس النواب بالبرلمان الهندي على التشريع بأغلبية 454 صوتا وأقره مجلس الشيوخ بالإجماع بأغلبية 214 صوتا وسيتم تنفيذه في الانتخابات المقررة عام 2029 أصدرت الفلبين تحذيرا صحيا بعد تأثر العاصمة وأقاليم مجاورة بغازات بركانية يأتي ذلك بعدما نفث بركان صغير لكنه مضطرب قرب العاصمة الفلبينية منلا كميات أعلى من المتوسط من ثاني أكسيد الكبريت والضباب الدخاني البركاني مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في خمس مدن وعشرات البلدات وحث السكان على البقاء في منازلهم نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية مؤتمرا جمهيريا للإعلان عن دعم ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية شهد المؤتمر حضورا كبيرا لممثلي القبائل العربية والبدوية بغرب الإسكندرية ومطروح للإعلان عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدين أهمية المشروعات التي تمت بمناطق القبائل مؤتمر جماهيري حاشد نظمه حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية للإعلان عن دعم ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية وتحقيق رؤية مصر عشرين ثلاثين وذلك بحضور عدد كبير من قيادات وأعضاء اللجان المختلفة بالحزب بالمحافظة اليوم نجتمع لهدفين لا سالس لهم تأكيد التكلفات ومراجعة تنفيذها والحرص على تطوير الأداء أما هدفنا الثاني هو تأكيد الحزب على دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة النهاردة المؤتمر بيأتي في وقت حرج وحساس ويأتي المؤتمر لمراجعة القواعد التنظيمية والإجراءات التنظيمية لاتخذها الحزب لدعم السيد الرئيس في انتخابات الرئاسة وبالتالي هناك مراجعة لكوادر الحزب والكوادر التنظيمية لتأييد هذه المبادرة لجنة بتعتزم في الفترة المقبلة نشر الوعي والثقافة التي من شأنها أن ترفع من ذوق المواطن المؤتمر شهد أيضاً الإعلان عن خطة الحزب بالمحافظة في الاستعداد لحملة انتخابية لدعم الرئيس السيسي وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوضيح أسباب ورؤية الحزب في دعم الرئيس السيسي حيث أكد الأعضاء على أن هذا المؤتمر يأتي تأكيداً على جهود الرئيس بتحقيق الأمن والاستقرار ودعم المبادرات التي نقلت المواطنين نقلة نوعية في المشروعات المجتمعية المختلفة حزب حماية الوطن طبعاً داعم رئيسي لفقامة رئيس عبد الفتاح السيسي لما أنجزه من المشروعات وحطنا على مصاف الدول بالمشروعات اللي احنا كنا شهود عيان عليها الحقيقة إحنا دا مؤتمر تنظيمي لحزب حماية الوطن لدعم لنحنا نعلن تأييدنا ودعمها لسيطة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحزب حماية الوطن من أول الأحزاب اللي كان دورها واضح وعننا دعمها لسيطة الرئيس المؤتمر شهد حضوراً كبيراً لممثل القبائل العربية والبدوية بغرب الإسكندرية ومطروح للإعلان عن دعمهم للرئيس السيسي مؤكدين أهمية المشروعات التي تمت بمناطق القبائل احنا جئنا النهاردة داعمين فقام السيطة الرئيس بكل ثقة وبكل حب لأنه طبعاً السيطة الرئيس طبعاً اللي عمله في مصر ما عملش نهائياً ولا كان حتى أساساً أنه يتعمل ولا بعد مئة سنة لكن السيطة الرئيس طبعاً بكل قدادته الحكيمة فالحمد لله رب العالمين مصر يعني اتغيرت جداً احنا يعني بندعم الرئيس يعني احنا بالنسبة لنطاق غرب الإسكندرية اللي هي نطاق الغرافي يعتبر ما بين محافظة مدروح ومحافظة إسكندرية فاحنا بالنسبة لنا الوضع مع سيطة الرئيس تغير 180 درجة بالنسبة للخدمات عندنا من تطوير الوحدات الصحية ببناء المراكز الشبابية في مدينة برج العرب وفي منطقة بصير خاصة المشاريع القومية اللي موجودة عندنا حالياً في السحر وان شاء الله هتتيح فرص عمل كتير جداً للشباب المؤتمر يأتي ضمن سلسلة لقاءات جماهرية يعقدها حزب حماة الوطن بالمحافظات لتعريف المواطنين بالإنجازات التي قدمها الرئيس السيسي من أجل بناء جمهورية جديدة تستهدف مصلحة المواطنين مع تنظيم زيارات ميدانية للوصول لكل المواطنين لحثهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم محمود جميل التلفزيون المصري استضافت الكاتدرائية المرقصية قافلة طبية بها كافة التخصصات ضمن المبادرات الرئيسية مئة يوم صحة وشملت القافلة ندوة داخل المقار البابوي تحت شعار صحة أمانة بلد أمانة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة والكشف على سرطان الثادي وتوفير سيارة متنقلة لتقديم خدمة المامو جرام بالمجان أكد وزير البترول وثروة المدنية طارق الملة أهمية تنفذه برامج تحديث وتطويق قطاع البترول منذ انطلاقها عام 2016 جاء ذلك خلل ترأس وزير البترول اجتماعات الجماعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي المنقضي والتي كشفت عن ارتفاع إجمالي استثمارات ثلاثة شركات تكرير إلى أربعة مليارات ونصف المليار جنيه وأكد الملة أن التحديات الحالية أظهرت مدى نجاح الرؤية الاستباقية اقتصاديا في الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير وزيادة الطاقات التكريرية القائمة وإضافة طاقات جديدة في كفة مصافي التكرير كذلك التحول الرقمي في إدارة المصافي مشددا على استمرار العمل في تطوير منظومة البوتاجاز في مصر لتواكب التطور الشامل بقطاع البترول وأعمال رفع الكفاءة والرقمنة والحوكمة وتعزيز السلامة شارك محافظ البنك المركزية في فعاليات المؤتمر الوزري السابع للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي الذي استضافته كوريا الجنوبية بمدينة بوسان تحت عنوان نحو مستقبل المستدام للتحول العادل للطاقة والقطاع الزراعي ناقش المؤتمر قضايا التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون وتحقيق الأمن الغذائي في القارة الإفريقية وسط حضور واسع لكبار المسؤولين من كوريا الجنوبية والدول الإفريقية ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوفة بشأن تقليص الإمدادات بسبب حظر روسي محتمل وصعدت العقود الأجلة لخام برينت 2.10% إلى 93.51 دولار فيما زادت العقود الأجلة لخام غرب تاكسيس الوسيط الأمريكي 3.10% إلى 89.86 دولار إيمانا بدور الدولة المصرية في تمكين جميع فئات المجتمع وعلى رأسهم ذو الهمم قدمت مؤسسة حياة كريمة 70 كرسيا متحركا وثابتا لأبناء محافظة الإسماعيلية من ذو الهمم جاء ذلك ضمن مبادرة خطة التي تقدم الدعم لذو الهمم على مستوى الجمهورية إيمانا من مؤسسة حياة كريمة ببناء الإنسان وبالأخص ذو الهمم تحرس المؤسسة على توفير الدعم للمواطن المصري البسيط والأكثر احتياجا ووسط عدد كبير من المواطنين وصلت مبادرة خطة بمحافظة الإسماعيلية عشان توفر لأهلنا من ذوي الهمم 70 كرسي متحرك بنشتغل على كافة الأصعادة كلها بحيث أن نحن نوصل للمستحق ذات الأولوية الكسوى علشان نقدر نحن نلبي له احتياجاته الحمد لله يعني عندنا فريق بيجوب الشوارع بيتعرف على المواطنين وبنقدر من خلال الأوراق المطلوبة كبحث الحالات الإنسانية أن نحن نقدر نتأكد من مدى مصدقية أن الشخص ده مستحق أولا مؤسسة حياة كريمة مهتمة بشكل كبير بذوي الهمم وبتدعمهم بكل الطرق عن طريق إطلاق مبادرات كتير ومتنوعة بتهدف من خلالها لدعم الأولى بالرعاية من ذوي الهمم الأمر اللي عبر عنه أهلنا عن طريق كلمات شكر وفرحة كبيرة مبادرة عظيمة ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبسوط بالمبادرة دي أنها تحقق لنا نحن نقدر نتحرك بالكرسي بزي كده يعني حاجة يعني كنا محتاجينها أسخل سيدة اللهية حوى أسخل الحياة كريمة عن كل سردتني مبادرة والله جميلة زمان وتمان وبنشكر أبنا السماء الحامة مبادرة حياة كريمة والقيادة السياسية موكل كنانا مش موجود عاوز مثلا يروح المدرسة حيضطر أنه هو والدته حتساعده أي حد من جنوه حيساعد خلاب ذلك كان بيضطر أنه هو في البيت ما بيساعد ومن أول يوم لحياة كريمة وهي موجودة بين المواطنين بأنشطة كثيرة على الأرض في كل محافظات مصر وكلها لرفع العبء عن كهلهم عن طريق الوصول للأسر الأشد احتياجا وتوصيل الخدمات والمساعدات بمختلف أنواعها عن طريق مبادرتها المتنوعة شهدت قرية حجازي حسنين التابعة لمركز الزرقة بمحافظة دميات تنظيم قافلة طبية شملة وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية موجودين بقافلة طبية مجانية فيها 12 عدد خصوصية كل عيادة بيكون فيها الطبيب الموجود سواء كان أخصائي أو استشاري طبعا معنا فريق من التمريد على أعلى مستوى والإداريين والفنيين كل ده فريق طبي كامل على أعلى مستوى موجود في القافلة 12 عيادة من ضمنها التخصوصات الموجودة البطنة، العظام، الأطفال، الرمض، الأنف والأزن البطنة، الجلدية، الناسة، تنظيم الأسرة كل العيادات دي موجودة عشان تغطي القافلة بالتخصوصات المختلفة أنا فيه فعلا مقابلة كويسة وناس محترمين بيقابلني أحسن مقابلة وبعدها أطعنا التذاكر ومشرف الخطوات العادية جدا جدا كله بالمجان أطعنا التذكرة وكشفني وأخذنا العلاج لأنه أحسن رعاية وأحسن عناية وأحسن مقابلة أكشف عظام والحمد لله الدكاترة كويسة واخذنا على لجنة والحمد لله كويسة بمية مية نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمركز ومدينة أبو صوير يأتي ذلك ضمن مبادرة رجعين نتعلم بمحافظة الإسماعيلية حيث استطاعت المؤسسة من خلال الفعالية رسم السعادة والبهجة على وجوه طلاب وأسرهم وقد أطلقت مؤسسة حياة كريمة المبادرة للتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر بمناسبة رجوع طلاب للمدارس تم توزيع الشرنط على مركز أبو صوير وتم توزيع عدد كبير من الشرنط والمستلزمات المدرسية ومشاركة عدد كبير من المتطوعين الذين قاموا بعمل بحث اجتماعي للأطفال والأسر الأكثر احتياجا والياتهم أبدى ممثل مجلس إدارة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بهارهم بما رأوا في العاصمة الإدارية باعتبارها درة المدن الذكية وأضافوا خلال جولتهم السياحية لأهم معالم العاصمة الإدارية والأهرامات والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية أنهم رأوا في العاصمة الإدارية نموذجا أكثر إبداعا للتنمية المستدامة باعتبارها نقلة حضارية تخلق فرصا واعدة لأبناء شركات المستقبل من القطاع الخاص في مصر ولفت ممثل البنك إلى أنهم لمسوا طموحا كبيرا وإصرارا لدى الدولة المصرية على العمل الجاد والمتواصل من أجل مستقبل أفضل بمشروعات تنموية ضخمة تم تنفيذها في زمن قياسي من جهته وجه جين ليتشون رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية الشكر لمصر على استضافة الاجتماعات السنوية للبنك باعتبارها شريكا مهما في التنمية والترابط القري مؤكدا أن ممثل البنك منبهرون بالإصرار الموجود لدى الدولة المصرية والسعي الحثيث الذي يستهدف تحسين جودة حياة المصريين شهدت مكتبة الإسكندرية افتتاه احتفالية العلوم الذي ينظمها مركز القبة السماوية العلمية التابع لقطاع التواصل الثقافي للعام السابع عشر على التوالي تتناول احتفالية هذا العام موضوع رحلة إلى مركز الأرض عن طريق تقديم عدد من الأنشطة العلمية وورش العمل التفاعلية المتعلقة بموضوعات مختلفة حول جيولوجيا الأرض السنة دي السنة الستاشر اللي بننظم فيها الاحتفالية بمكتبة الأسكندرية في الصحة في صحة المكتبة الاحتفالية السنة دي احنا مجهزين أنشطة علمية وعروض علمية على مصرح المركز الأتمرات ممجهزين خمات تستوعب لحد 6 ألاف طفل مشارك معايا من فريد تنظيم أكتر من 200 فرد كلهم من طلبة الجماعات اللي جاية بتساعدنا بشكل يومي عشان نقدم الاحتفالية دي للجمهور وللأطفال معانا مؤسسات ومدارس وجامعيات غيرها دفل الربح كله جاي النهاردة بيشتغل ومقدم ورش علمية كلها تحت عنوان رحلة إلى مركز الأرض وده عنوان الاحتفالية السنة دي احنا النهاردة أول يوم في احتفالية العلوم اللي بينظمها المركز للسنة السبعة عشر الهدف النهاردة من الاحتفالية أن احنا نحاول نبسط فكرة الجيولوجيا للأطفال وهي العنوان بتاع الاحتفالية رحلة إلى باطن الأرض أو إلى مركز الأرض ونحاول ان احنا نبسط الفكرة المرتاحة تحتك عن الجيولوجيا وعن ايه الحيوانات اللي انقرضت وايه سبب انقرضها وموجودة فين وفصائلها وحاجات كتير الايفنت النهاردة عن رحلة إلى الأرض أو إلى باطن الأرض طبعا كل الناس بتشارك بحاجات متعددة احنا كمدرسة مشاركين بأسباب خروج الكائنات البحرية لسطح الأرض كانت ظاهرة غريبة جدا شفناها أو لاحزناها في الأيام اللي فاتت سواء القروش أو يعني دي للبحر الزرقاء فكنا حابين نوري الناس أو نفاهمهم ايه أسباب ظهور الكائنات البحرية دي على شاطئ البحر بدأ موسم حصاد محصول الأرز بأراضي جنوب بورسعيد وبلغت مساحة الأراضي المنزرعة في بورسعيد أكثر من 38 ألف فدان يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الأراضي المنزرعة بهذا المحصول الاستراتيجي وسط أجواء من الفرحة الكبيرة بدأ موسم حصاد محصول الأرز بأراضي جنوب بورسعيد وخلال الحصاد أبدى المزارعون سعادتهم وفرحتهم الكبيرة بالبدء في حصاد هذا المحصول الاستراتيجي الهام مؤكدين قيام الدولة بتوفير الدعم لهم وتدليل الصعوبات التي تواجههم محصول الأرز بورسعيد محصول مميز جدا وبدأ إنتاجية عالية لدرجة أننا بنزرع منه حوالي أكثر من 38 ألف فدان وال38 ألف دول المقسمين على 30 ألف موجودين في منطقة جنوب بورسعيد 8900 فدان تقريبا موجودين في منطقة سهل الطينة ولذلك بنولي محصول الأرز اهتمام كبير نحن بنولي كل المحاصيل اهتمام كبير ولكن محصول الأرز مميز بالنسبة للمحافظة أو من العلامات المؤثرة في محافظة بورسعيد لأنه محصول علاجي وفي نفس الوقت هو محصول اقتصادي دعم القائمين على حصاد محصول الأرز أكدت عليه القيادات وتنفيذية بالمحافظة مشيرة إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لزيادة الأراضي المنزرعة بهذا المحصول الاستراتيجي كما أكدت القيادات التنفيذية على ضرورة تيسير الإجراءات أمام مورد المحصول بشهون وصوامع التخزين وتوعية وحث المزارعين على توريد الأرز بعد انتهاء موسم الحصاد وشددت قيادات المحافظة على أن الدولة تتول اهتماما خاصا بمحصول الأرز كأحد المحاصيل الاستراتيجية وأنها تتخذ العديد من الإجراءات المكثفة للدفع بأكبر كمية من السنع الغذائية الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين نبقى مبسطين طبعا ما هو بعد التعب ده لازم الناس بتحصد الخير وتجنيه عشان ربنا يكرمها وتزرع الغلة بعد منه بسم الله ما شاء الله الانتاجية السنة دي جميلة جدا حسب كان درجة الحراءة عالية وببدأ من شهر 8 15-8 لـ 11 أني مبسوط النهاردة الخير كثير وربنا رزقنا والحمد لله هذا وبلغت مساحة الأراضي المنزرعة بالأرز في بورسعيد أكثر من 38 ألف فدان منها 30 ألف فدان جنوب بورسعيد وأكثر من 8 ألاف فدان في شرق بورسعيد تتواصل فعلية المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم حيث تعتبر محافظات شمال الصعيد من أكبر المحافظات في إنتاج وتصدير هذه الزراعات يهدف المهرجان لتعزيز قدرات الصغار المزارعين وتحسين سبل معاشتهم وتوعيتهم بممارسات الزراعية النظيفة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشتغلين بقطاع نباتات طبية والعطرية وسبل التغلب عليها على ضفاف بحيرة قارون بمحافظة الفيوم انطلقت فعاليات المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية حيث تعتبر محافظات شمال الصعيد من أكبر المحافظات في إنتاج وتصدير هذه الزراعات المهرجان يهدف لتعزيز قدرات صغار المزارعين وتحسين سبل معيشتهم وتوعيتهم بالمبارسات الزراعية النظيفة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشتغلين بقطاع نباتات الطبية والعطرية وسبل التغلب عليها مهرجان الغرض منه طبعا إلقاء الضوء على هذا القطاع الواعد وطبعا توحيد الجهود وتبادل الخبرات وطبعا بنحفز الإبداع والابتكار من خلال المسابقات التي تم طرحها على هامش هذا المهرجان وأيضا بننقل كل ما هو جديد من خلال الندوات الهلمية والجلسات النقاشية الفنية التي تم تنفيذها على مظاهر اليومين في هذا المهرجان هذا ثاني مهرجان يعقد في مصر برضو في محافظة الفيوم بيضم عدد كبير من أهلين مزارعين النباتات الطبية والعطرية هذه الصناعة أصبحت مهمة خطة الدولة وستراتيجية الدولة التوسع في النباتات الطبية والعطرية لأنه تشكل جزء كبير جدا من الصناعات الدوائية والنباتات الطبية بأنواحها المختلفة كما يسلط المهرجان الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر من خلال الترويج لمنتجات وكذلك تعزيز المشاركة الاقتصادية لمرأة أثناء العمليات المختلفة للإنتاج بدءا من الزراعة حتى التجنيع والتصنيع والتصدير وتوثيق الروابط وتعزيز سبول التعاون بين منتجي ومصنعي ومسويقي ومصدري ومستخدم النباتات الطبية والعطرية فضلا عن التعرف على الابتكارات الجديدة والتكنولوجية وتقديم حلول مبتكرة للكفاءة الزراعية والإنتاجية والاستدامة وتنوع المنتجات ومستخرجات تلك النباتات شرف لنا أن نحن نكون بنعرض منتجاتنا وبنوري العالم كله تعب جيزيت معينا وتعب مشروع الابتكار الزراعي أن نحن في النهاية معنا منتجات أورجانيك معنا منتجات أمينة نحن تيم مع بعض يعني مش حد واحد كلنا بنشارك مع بعض في الأعمال اليدوية والمشغلات اليدوية بوائي النخيل والشمع والخوس وكل حاجة احنا مصنعينها بأدينا في الجمعية بنفتخر النهر أن نحن نقدم المنتجات بتاعتنا اللي تليق بينا وتليق بالابتكار الزراعي اللي جي عايزات أن تكون موجودة في مهرجان النباتات الطبية والعطرية قطاع النباتات الطبية والعطرية له أهمية كبيرة ويشهد تطورا ملحوظا في مصر خلال السنوات الأخيرة كما أنه يسهم في تحقيق فرص تنموية أكبر لهذا القطاع الحيوي الذي لديه القدرة على قيادة الاقتصاد الزراعي في مصر خلال السنوات القادمة ودعم الاقتصاد القومي فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل أحيت الفرقة القومية للموسيقى العربية حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية جاء ذلك وسط حالة من الانسجام بين الحضور بباقة مختارة من أعمال الموسيقى الكبير فريد الأطرش والفنانة ورد الجزائرية بباقة مختارة من أعمال الموسيقى الكبير فريد الأطرش أحيت الفرقة القومية للموسيقى العربية حفل غنائي رائع على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وسط حالة من الانسجام بين الحضور الناس تعودت على أن أنا أغني أغني الفنان عبد الحليم حافظ النهاردة فيه تحدي كبير قوي أنا أغني للفنان فريد الأطرش فحفلة مختلفة أغاني مختلفة زي ما حدتك قلت طعم الألحان مختلف الحفلة هي كانت الأول لعبد الحليم مثلا فإحنا جات لنا فكرة كده أن إحنا طب ليه ما نعملهاش وردة كانت وردة وعبد الحليم فقلنا طب ليه ما نعملهاش وردة وفريد الأطرش فالحمد لله نالت الفكرة إعجاب الإدارة هنا أستاذ أماني ودكتور خالد والأستاذ تامر غنيم وتحت إشرافهم الحمد لله بدأنا نعدي البرنامج وبعد إعداد البرنامج بتمحص يعني فعملنا بقى البروفات طبعا جهزنا النوات والطبقات والبروفات مع المطربين أنا جهزتهم الأول بعدين بدأنا البروفات العملية بقى مع الفرقة أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية كانت ملكة الجزء الثاني من الحفل واللي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير معيدة للأزهان الفترة الزهبية للغناء أنا من عشاء أولا فريد الأطرش وردة فريد الأطرش أنا جدتي كان عندها إدمان بأغاني فريد الأطرش فألحانه وأنا تربيت عليها من ونص غيره يعني هو قريب لي بالأخص وطبعا الجميلة وردة الجزائرية أنا اخترت النهاردة وحشتوني علشان أنا كانت بقى لي فترة كده شوية غيبة فبالنسبة لي ليها معنا على مصرح الأوبرا واخترت يا بدع الورد ألحان فريد الأطرش وخناء الرحلة أسمهان وتستمر دار الأوبرا المصرية في تقديم حفلتها الفنية المختلفة واللي بتهدف إلى الحفاظ على التراث وتقديم أغاني زمن الفن الجميل محمد الخطيب التلفزيون المصري ختامه نشرة الثالثة وهذا تذكير بأبرز عنوينها مصر تشارك في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تنويل التنمية ضمن فعالات الجماعية العامة للأمم المتحدة وشكري يعقد سلسلة لقاءات على هامشها كيف تشن هجوما صاروخيا على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود وموسكو تقصف منطقة خرسون جنوبي أوكرانيا أذربيجان تبدي عزمها العفو عن مقاتلي كارباخ الذين تخلوا عن أسلحتهم وأرمينيا تشهد تظاهرات مناهضة لتعامل ريفان مع الأزمة شاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء